طيب الاستاذة ناشو من القاهرة ايه السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي بقول حضرتك دلوقتي لو في اتنين كانوا مرتبطين او بيحبوا بعض بقلق انا انا استاذة ناشو من مسألة ايه اسمعيني بس بقلق من مسألة ايه او او دي بتبقى كده او في النص كده برضو بتبقى لازم لازم نخلي بالنا يعني فاحنا مرتبطين ثم ايه اللي حصل يا استاذة ناشو اللي حصل ان هما اتكلموا مع بعض تزوجوا شفاوي يعني مش جواز جواز بس هما قالوا لبعض كده كلام شفاوي يعني زي كانت تفضل من غير رسمي يعني ولا في شهود ولا في شهود ولا في ولا في اي حاجة ده اهزار يا فند ده اهزار ده اهزار استاني بس استاذ ناشو أستاذ نشوة دهزار ونزير خطر ليه نزير خطر بدل الحاجات بتتعمل في إطار غير الإطار الشرعي يبقى دوت ممكن يدخلنا في مناطق خطر فالحل لو كلام خطر لنسخط من غير ما يكون حصل حي أسلوه 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 أستاذ نشوة بدون أي اتهام لأي حد هو ليه قالوا لبعض الكلام دوت قالوا لبعض الكلام دوت لأنه خايفين يقعوا في الحرام صحي كده آه ممكن أو عشان يعني ثم بعد نتجاوز يعني ممكن يكونوا بيقول بنحجز بعض يعني آه حاجة زي كده ده هو العزب العبث الشرع الشريف ما ينفعش كده ده الشرع ما ينفعش الكلام ده فيه ولا حد ينفع يتعامل كده احنا عندنا فيه أدوات شرعية عشان الناس ترتبط ببعض فيه رؤية وبعد كده بيحصل الناس توافق عليه فيبقى فيه خطورة خطوبة وساعة الخطوبة دي لا يخطبوا أحدكم على خطبتي أخي فالمسألة كلها ايه فيها ضوابط شرعية فالكلام ده كله عبث بلاش الطريقة دي الطريقة دي تؤدي إلى والعزب الله إلى أخطاء وإلى حاجات لا تحمل مخباة فده لا يجوز شرعا الحاجة الثانية بقى ده السؤال الأولاني السؤال الثاني هل النسيان ده نعمة من عند ربنا ولا النسيان ده ساعات بيبقى زي مرض بيعطل البن آدم هو النسيان النسيان مفهوش تكليف ولذلك النسيان في بعض الأحيين بيوجب على الإنسان نوع ينشط نفسه ويذهب إلى أشياء تذكره فيذهب إلى الذكر ويذهب إلى الاحتياط ويذهب إلى اليقظة ويذهب إلى الاستغفار كل ده ينشطه إذا كان بينسى أشياء هي في الحقيقة مهمة في حياته أما إذا كان الله سبحانه وتعالى بيخليه ينسى ينسى زنوبه فيقبل على الحياة ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى مع حسن الظن ده كله جيد ده كله لطيف ده كله جميل فالنسيان إذا كان يساعد الإنسان على تجديد حياته فهو نعمة أما إذا كان النسيان بيجعل الإنسان يقع في الخطأ فهو محتاج إلى يقظه مش نقول نقمة لأن الله سبحانه وتعالى بيجري النسيان على الإنسان عشان يتيقظ عشان يكون أكثر يقظة عشان يكون أكثر استغفاراً أكثر عودة إلى الله سبحانه وتعالى فحسب إيه اللي ترتب على هذا النسيان لو ترتب على النسيان شرح للصدر وزوال للهم نعمة الحمد لله لو ترتب على النسيان ده إن واحد كان متهاون لا عليه أنه يتيقظ ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود لكن في كل حال النسيان لا يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد على النسيان إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه